السلام عليكم اخواني واخواتي صار خير عليكم كنتمنى تكونوا بخير ثموا الاهلي ديركم كاملين فيما كنتوا اخواني واخواتي اليوم كانت حرارة نسبياً كانت حرارة طلعة شوية وكانتظنها كافة جميل اقالي من المغربية لان دباركم تعرفو راقصصي ابوابرا نتين كن بدين فيه يعني كي بدان هر واحد عشرين في شهر ستا ما علينا اليوم غادي نهضرو لوح الشخص اللي كتعرفوه انتو مكنين خصوصا متتبعين اخواني واخواتي اللي معانا في القناة اللي هي قناته متاومة هذا الشخص هذا هو ذك الوحامي الفاشل عن الصادق البشاوي هذا الشخص اللي كان من هر اللي بدان حراك هو كي تزدس هو كي نقص كي يقول كلام التشكل وكي يقول كلام على انه يعني مهم كي يمشي في السيار المعاكس ديال الدولة وديال الحكومة وديال ديما في صالح دوك الصح عليكا في صالح دوك الشير ديما ديال خوانا الصالح هم هو خرج على راسه وتحكم بعشرين شهر تحبس النافذة وراء هرب منها يعني تحكم بها هنا في المغرب بعشرين شهر نتسيشنا النافذة مع غرامة مالية الشخص كان كيد دائم اللي كان هنا في المغرب كيد دائم شجعة وانا ما خايفش وانا ديما ما كانت بالدلج وانا ديما ما بادئ ديالي وانا بقع لها وفجل حكم ودك شيدة لها هرب هرب مشى الفرنسا مشى في الول عند الاخرين العولندا والبلجيكا بقوكي العبوبة المهم دا ما استقر فرنسا ودال لجوء دياله في فرنسا عقول دال لجوء دياله في فرنسا ومن ثم عوض انه يفكر كيفاش يفكر فرنسا والفديحة اللي دال على انه خان وطنه وخان بلاده وخان العهد وعاد زيادة على ذلك اللي مهم كثيرا هو خان روابط دياله مع الزوجة دياله مع الأبناء دياله الروابط البيولوجية يعني الروابط اللي من عند الله خانهم وخان الزوجة دياله وخان أبناء دياله وخوابهم لأنه بات مصبح وخوابهم كانوا في حياتهم وحسوية مبقاش في حياتهم ولا في حياتهم غيب الهاتف أو الليلة صغير اسم دياله ولا شيء حاجة إذا الشخص هذا اللي عنده هذا النوع ديال القلب وهذا قصاوى ديال القلب تجاه ولاده فلداتك في دياله عش كم تدروا منه احنا رش غادي يكون من ناحية ديالنا احنا ولا ديال الدولة ديالنا غادي يكون كثير قاسي كثير غادي يكون ديما عدو لدود غادي يكون عدو دائما كي هاجم الدولة وذلك اللي بقى كده وكي بخص بالدولة وبالمؤسسات وبالأجهزة وخصوصا الجهاز ديال القضاء لانهو كنتميليهم لانهو كان محامي بالهيئة ديالتسطوان وكان محامي فاشل كان شدغي القضايا ديال المخديرات وديال القرقوبة ودك شي باش كان كياكل هش غادي يقول كان كيكدب كيكدب باش يخرج مهرب ديال المخديرات باش يخرجو من الحبز خصوه يكدب سي تشد و تشد عنده المخديرات وعطار بانهو كيبيعوا شريف المخديرات كي يجعب صادق المشتوي كيشد قضية دياله باش يخرجو من الحبز رغم انهو كيه اللي كي المشامع وكي مخرف المشامع ديالنا وفي الشاذب ديالنا اذا هذا محامي فاشل زيد على الفشد دياله في المهاني الفشد دياله العاطفي اللي قلت لكم مع ولاده مع امراضه مع والديه مع كل شي ومشا كي عيش حيات ديال الزوافرية فرنسا وشد المغرب كهدف اقبالتو حدا كلاسيب اللي كيدلو كي بقاو تيريو فيها ديال المغرب هدف اقبالتو وبقا كي تيري في المغرب كل مرة تشكل كل مرة هو كنواب انهو كيفي يقدوك شوية ديال اوباش اللي كيتبعو شوية ديال اوباش اللي كيتصمتو له شوية ديال اوباش اللي من فوقين غيب الريس حالهو بحشي دايري بحلو سايد ما عدو ملعقل لوالو حزر بالشعب خدكم اخواني واخواتي خرز الفرنسا بقا كيدرب المغرب وفي هذا كيدل فيديوهات وفي نفس الوقت يقول وفي نفس الوقت يقول مسألة وفي فيديو الاخر يقول العكس ديالها تنتاقد راسه براسه وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت يقول العكس ديالها يعني السيد مخرد في ماشي هو هذا وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت يقولون يحضروا على المعتقالين ويحضروا على الحقوق ويحضروا يقولون هذا الشخص هذا البوشاوي هذا الصادق البوشاوي المحامي الفاشل اللي كيعيش دافع لبعض الأوروهات ديال اللجوء كيشد شي ربعمية وثلاثين أورو ديال اللجوء كيس حرورها بهادك خدي عيشوا بها يقولون اولادك والمعيشة ديالولادك والقراية ديالولادك والدوى ديالولادك والكثوى ديالولادك وذلك الشي منين إذا مرشي راجل ما عندك لا إحساس مسؤولية ولا تجعزة أنت الشخص فاشل على كل الوجهات وقتاننا بذلك وذلك لاحظة يقولون لن يكون المنزل مظلة المدينة يعني المسلوزة التواصل وتلائم الأفكار وانه لأرتنور إنه هو أصبح وسيلة المعتم العالية ليس فقط فيه في مطاقة الريف أو في المغرب بل شوية الدول في مطاقة الريف أو في المغرب نتو إخواني وأخواتي قال ليس في منطقة الريف أو في المغرب يعني الريف منطقة والمغرب منطقة لم يقل في المغرب كان عليه يقول ليس في المغرب فقط بل في الدول الأخرى ولكن وقال ليس في منطقة سريف وليس في المغرب أي تقسم هنا تقسم الريف للمغرب يفصل الريف عن المغرب وهنا قد نعودها عدة مرات سلعها اشتركوا في القناة هذا نوع من التهديد يقول لك لأن فيسبوك العرب دور كبير يكشل واقع في السودان ولكن ينسى بأن السودان جمهورية جمهورية مقسمة ومرونة ومخرطقة وضعيفة جدا يعني كقار كبير يعني كقارن المغرب في السودان والجزائر مع أن هذه الدور الجمهورية والمغرب دولة عريقة ودولة ملكية وهو السخص هذا يريد أن يقارن يعني كقارن الدولة دينا مع الأخرين يظيفة وشكرا 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 الكم وشكرا اشتركوا في القناة 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 إذا إخواني وأخواتي سمعتوا الكلام في تهديد يقول لك بأن الفضاء الأزرخ يمكن أن يطيع حتى بالأنظمة يعني كيهدد هذا كلام في تهديد وعاد قبل هذا الشيء هذا كانت قارن المغرب بالسودان وقارن المغرب بالجزائر مع أن الجزائر والسودان دولتان جمهوريتان والجمهورية مشيهية مملكة يعني يمكن أن يخلط هذا مع هذا ويريد أن يهدد من خلال الزمل الذي قال بأن الفضاء الأزرخ يمكن أن يهدد حتى الأنظمة لماذا؟ هنا سيقوم بأن هذه الأفكار التي تقول يا الشماتة، يا الخائن، يا الشادق البشاوي هذا الشيء يدور غير عند الأفكار هذه الأفكار تدور غير في الريوس بحالك الريوس لما يستفدوه لما يعرفوش يستفدوه من الفضاء الأزرخ إلا في هذه الطرق الخمجة، الشنيعة، الطرق السيئة، المشينة، التي تمثل بالآخر عندما تستفدوش من طرف الأزرخ بالواجه الصحيح ولمشينا نشوفو الناس الآخرين مثلاً أوروبيون كيف تتعاملوا مع الفضاء الأزرخ؟ كيف تتعاملوا معه بطرق أخرى؟ يستفدونا منه؟ يعني في كل حاجة في البيع، في الشراء، في المصالح، في حاجات الأخرى حاجات ذات أهمية، وذات أهداف نبيلة ولكن أنتما، ولي بحالك تستبدو من الفضاء الأزرخ بطرق وهي خمجر، وهي مصالحات إما أن تؤدوا بلدكم عبرها، أو تهينون بلدكم عبرها، أو تهينون أبناء وطنكم عبرها، عبر ذلك الفضاء الأزرخ هذا الشيء اللي كتدلو أنت إنت وأمثالك يا عبد الصدق البوشاوي يا المحامي الفاشر يا عديمة الرأفة حتى بأبنائه وبزوجاته سير طلق عليك ذاك المرأة مسكينة رأى بقى صغيرة وقال ستعيش حياتها ورأى بقى عندها الرغبة والشهوة الجنسية وبقى مسكينة بقى علاش قد تحرمها علاش تحرم حياتها وعلاش تحرم ذاك الأبناء من باهم وغادي علاش للسخصي فيهم السم والسخصي لهم السمع ديالهم وهم بقين صغار حيث فاش غادي كبروه هذي بقى عندهم أبناء الخائن هذك ابن الخائن وابنة الخائن هكا هذا هو التمر للسخصي فولداتك يا عبد صدق البشاوي يا خائن يا عدو الوطن وعدو الله لأن من كان عدو وطنه وعدو مالكه وعدو إخوانه المواطنين فهو عدو الله أنت عدو الله يا عبد صدق البشاوي ولك عمرك ما غا تربح غا تبقى تنبح انت ورا سبقوك شحال منهم وما كين بحو سنين قبل منك انت يا الله بديتي وما كين بحو سنين قبل منك وما قضى ووالو سيسو والجدك عزوز ريتشارد عزوز شوف اش قضى واش قضى شي حاجة وشوف الاخرين التابعين له وشوف الريافة اللي اللي هو مقبل منك في أوروبا اللي هو مقبل منك كديروا في هذه الميدان واش قضى وش حاجة ووالو الزيرو ما عندكم ما تقدم الدولة المغربية دولة عريقة وعتيقة ودات حضارة قديمة وعتيقة كذلك ما عندكم فينس العالم كامل سد في المغرب كل شيء يؤيد المغرب والمغرب عزيز عند العالم كامل وما تقدروا تقديروا تسع حاجة للمغرب والمغرب رايزايد في اللمو وإحنا كمواطنين قابلين على المغرب دينا وقابلين على المغرب الحالة اللي احنا فيها وإحنا غاد يمكن تقدموها سنصلحوا كل شيء شاء الله مع الإصلاحات بدون تهديم البلد احنا البو الشاوي يعب صادق البو الشاوي احنا غاد نصلحوا بلادنا بلا من هدموها بحال هادوك اللي قلت بحال السودان الجزائر وآخرون احنا غاد نصلحوها بلا من هدموها بلا من ردمو بلادنا ونرمموها ونعيشوا فيها السعادة كما احنا الحمدلله عايشين وقانعين بالإعطان الله وانتم ما شدر لكم ياك احنا اللي في البلاد وسط الوطن قانعين وعايشين وغاديين وقابلين على الوطيرة اللي غادين بها وانتم ما فاشكي دركم احنا اللي كنشوفوا وشكي يوقع في الوطن احنا كنشوفوا شنو كي تبناء احنا كنشوفوا شنو كي تدار احنا كنشوفوا المشاريع اللي كالدار احنا اللي كنشوفوا كل شي كاللبسوه بالواقع ما انتم مغي كاتهضروه عبر احلام واوهام اللي هي معادية صافي هذا هو اللي في ديكم اخواني واخواتي هاد الشخص هادا اللي كنشوفوا اللي كنت نعذر عليه را كنت تعرفوه عب الصادق الوشاوي المحامي الفاشل الهارب الهارب من العادالة المغربية محكوم بشرين شار سجنا مع غرامة مالية هادا عليه اللي كنت نعذر فرا كنت من ضمن من ضم الأغلبية فيكم لكم كتعرفون وده فارف أواخر هذه في ذاكي الصاعات زعمة من وطيرة ديال الكلام دياله للمغرب وعلى المؤسسات ديال المغرب وعلى الأجهزة ذاكي الصاعات التمخيص والتدنيس والتوسيخ هو ناسيا بأنه وبدته وبراسه هو ذاك الواسخ هو ذاك التدنيس هو ذاك الميكروب هو ذاك الفيروس إخواني وخواتي لكم الرأي ديالكم سنتم وقد استرمو لكم حد إيمان مرحبا بالنسبة لتزادوا بقناة وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله